اجازة مجلس الوزرائي قانون التعديلات المتنوعة لإلغاء إعفاءة الجبارك وضرائب وذلك لإيزالة تشوهات الإيرادات وتحقيق عدالة المنافسة في الأشطة الاقتصادية مع الإبقاء على إعفاء المعدات والسلع الرأس مالية لتحفيز الإنتاج وأمن مجلس الوزرائي على الاتفاق الذي تم مع غرفة مستوردية الأدوية الخاص بالاستمرار في التسعيلة القديمة للأدوية وعدم وضع أي تزيادة أو رسوم إضافية عليها ظلت الإعفاءات الجمهورية تشكل هاجسا كبيرا لواضعي السياسات المالية خاصة وأنها تشكل ما نسبته 63% من الموازنة العامة الحالية وما يثير جدلا كثيفا حول آثار إلغائها على موازنة العام 19 والفين ثم أسماء أعمال أصولها الضخمة وتدخل السوق أيا كانت تلك السوق منافسة بغير كد ولا لغوب أخرى ما تزال تنوء من أحمال وأثقال الرسوم والفرائض الضريبية فيما يحدث ذلك تحت أضواء قوانين الإعفاءات الجمركية التي تستند إليها رئاسة الجمارك بدأت مراجعات شاملة أفضط وفقا لقرار صدر حديثا لإلغاء تلك القوانين والإعفاءات حوت إثثناءات على نطاق ضيق جدا وقالت المعلومات إن الإعفاءات الجمركية بلغت 63% غير محددة تلك التي تخضع لاتفاقيات إقليمية ودولية وتلك القائمة على قوانين محلية فقط وربما جرت وفقا لوساطات ووجهات من قبل متنفذين في الحكومة الشيء الذي يجعل المنافسة غير شريفة إن لم تكن منعدمة تماما في ظل اتساع رقعة تلك الإعفاءات وحين بدأ الحديث عن المراجعة كان المحرك الرئيس هو موازنة البرامج والمشروعات التي تتيه نحوها حكومة رئيس الوزراء معتز موسى في العام 2019 والتي تضع رفع الثقل عن كاهل المواطن وتح وتنحو نحو تطوير الموارد الذاتية دون إعانات من أي جهة وهو ما يعني بالضرورة إدخال كافة المصادر إلى الخزينة العامة في إطار سياسات كبح الفساد والتجنيب والتهرب وغيره من مسوحات واسعة أجرتها سوداني 24 استنطقت فيها خبراء فإن ترحيبا كبيرا بإلغاء الإعفاءات وتفاؤلات متفاوتة قوبل بها الإلغاء ستجعل من اليسير السيطرة على الموارد وتخلق بيئة معافاة للمنافسة الحرة القائمة على تكافؤ الفرص من شأنها أن تعيد الثقة للإجراءات الحكومية وقضى الإلغاء الإبقاء على الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي لا فكاك عنها إلى جانبي بعض الاستثناءات التي تدعم التطور الزراعي والصناعي والإنتاج إجماله ولمزيد من التوضيح أرحب بضيفي من الخرطوم الخبير والمحل الاقتصادي بروفيسور عثمان خيري مرحبا بك مرحبا بك والمشاهد الكريم بداية كيف تقرأ إقرار قانون تعديلات المتنوعة لإلغاء إحفاءات الجمارك والضرائب أولا دعني أحيي أهل الجمارك والجال الجمارك المرابطين في السقور في الصحارة وفي البرد والحر وفي البحر والجمارك طبع الوظيفة الرئيسية هي تطبيق قانون الجمارك وليس جمرك كما يعني يتباتر للذين هذا القانون الجديد هو تعديل لقوانين مكبلة قوانين ظالمة قوانين استثنائية أحدثت خروقات واختلالات كبيرة جدا في الاقتصاد السوداني وفي الموارد في السياسة المالية والسياسة الاقتصادية وبالتالي سيحدث هذا التغيير تقدم كبير جدا في توازن الاقتصاد في توازن قطاعات الاقتصاد في التوازن المالي في التوازن الموازن العامة والتوازن في ميزان المدفوعات الخالية نعم ما هو أثر إلغاء الإعفاءات هذه على إيرادات العامة للدولة بروفيسور عثمان خيري خاصة وأن نسبتها تبلغ 63% من الموازن العامة الحالية نعم دعني أقول لك شيئا من المشاهد الكريم هذه النسبة 63% يعني ثلاثة أخماس الكيكة بتضيع ضياع يعني وهدر اقتصادي ولكن إذا حسبت التهرب الجمركي والتهريب الجمركي والإسسنات الأخرى يعني هذه 63% هي القانونية المجازة المعتبرة التي ليس فيها خلل يعني هذه هي بنص القانون مسموع بها يعني لك أن تتخيلي أن الجمارك 63% من منظومتها ضائعة بالقانون ناهيك عن الغير قانوني والتهرب غيره وبالتالي إذا جمعت التسرب الهدر يكون أكثر من 80-90% يبقى ما ممكن الاقتصاد يعتمد على 10% من إيرادات الجمهوريكية والجمارك إيرادة رئيسة جدا للموازن العامة بالتالي يعني هذه القرارات بإلغاء القوانين التي طفرت هذه الإسسناءات وهذه الإعفاءات سيعني يتيح بجال كبير جدا للتنافسية لوضع الطبيعي للاقتصاد الانفتاح التوازن والتناسق مع المنظمات العالمية والتجارة العالمية والاتحادات الإقليمية والدولية والقوانين التي قرها سودان خاصة بالجمارك وخاصة بالتجارة الدولية وخاصة بالانسياب السلع نعم دعني أسألك هل القرار أي آثار سالبة على الاقتصاد وما هو تأثير الاستثناءات الواردة فيه هذا السؤال جيد أن أشكرك عليه طبعا معروف هذه المسألة مسألة جدلية يعني خطعا هي مسألة جدلية في كثير من الاقتصاديين يؤيدون إزالة الإعفاءات وفي بعض الاقتصاديين يعتبرون أن إزالة الإعفاءات ستؤثر على الإعفاءات الضعيفة وشرائحة التي ستؤثر فيها هذه المسألة من ناحية استهلاكية وبعض الاقتصاديين يرون أنها تؤثر في دالة الإنتاج بزيادة متخلات الإنتاج المستوردة للصناعة والزراعة طبعا هذا إلى حد كبير صحيح ولكن الصحيح أن يكون الاقتصاد متوازن الصحيح أن يكون الاقتصاد عادل الصحيح أن يكون السياسات سياسات عادلة ويكون فيه مساواة ويكون فيه انفتاح للعالم واتساق مع العالم الخارجي السودان يعني عضو في الاتحاد الجمهوري العالمي وبنظمة العالمين للجمارك والتحاد تصنيف وترتيب السلع وبالتالي يعني عدم وجود اتساق بيكون مشكلة بالنسبة للجمارك السوداني الآن الوضع الطبيعي رجع أن الجمارك تكون يعني عامة ولا تكون سواسية أمام الجمارك ثم إذا فيه أي اختلالات أو تمأسات في مسألة المستهلكين وفيات الضعيفة وشرحة الضعيفة أو زيادة مدخلات الإنتاج يتم علاجة داخليا بعفاة داخلية وبامتيازات داخلية تعوض عن الفارق في السعر ولكن أن يكون الخطأ يبدأ من المرض يعني جرسومة تبدأ من الجمارك من خارج الحدود ثم تدخل حدود الاقتصاد يكون جرسومة الاختلالات دخلت فيه هذا شيء غير محمود أبدا نعم إلى أي مدى يمكن أن يؤثر إلغاء إعفاء الجمارك والضرائب على الشرائح الضعيفة في المجتمع بروفيسر عثمان خيري طيب هذا سؤال صحيح وجيد يعني طبعا قضعا هناك تأثير على الشرائح الضعيفة بسبب يعني رافع بعض العفاءات ولكن دعني أقول لك أن العفاءات أيضا كان بيستفيد منها كمية ضخمة جدا من المؤسسات الخيرية والمختلقة والهلامية والتجارية استفادة أكبر من استفادة الشرائح الضعيفة وكان ما يصل لشرائح الضعيفة من هذا العفاء النزر اليسير أو المنعدم يعني نعم فهي يعني في النظرية سيكون هناك تأثير يعني وكان زمان فيه تأثير إيجابي والآن سيكون في تأثير سلبي نظريا ولكن في الحقيقة يجب أن نكون موضوعيين يجب أن تلغى هذه العفاءات وتعاوض الشرائح الضعيفة تعويض مجزي بسياسة داخلية تقاطعية ودعم للسلع ودعم للبرتبات والبداخل ودعم للغزاءات ودعم للحاجات الضرورية نعم يرى البعض أن نهج إلغاء العفاءات يمضي على النقيد تماما مع سياسة الحكومة الحالية التي تعاول على زيارة الانتاج كيف تقرأ هذه الرؤية وطبعا من ناحية النظرية أيضا صحيح يعني من ناحية النظرية طالما رفحت العفاءات عن السلع المستورد مدخلات الانتاج الصناعية وعن مدخلات الانتاج الزراعية سيزيد تكلفة الانتاج وبالتالي سيكون هناك ضرر في الأسعار وفي الانتاج العام ولكن هذه ليست الحقيقة الحقيقة أنه سيكون هناك في ارتفاع في الأسعار بالمكافي العالمي سيكون هناك توازن للأسعار الانتاجية سيكون هناك أسعار مجزية للمنطيين سيكون هناك تشجيع للإنتاج نفسه أكثر من مسألة الدالة العكسية يعني ننظر للجانب الإيجابي من رفع الدعم ورفع الإعفاءات بأن هناك سيكون هناك كثير جدا من المنتجات ستجد تنافسية كثير جدا من المنتجين سيدخلون السوق الإنتاج وسيعني السوق سيتسع الإنتاج سيتسع على مستوى الوفق والرأسي وبالتالي هناك يعني شيء إيجابي أيضا من ناحية الرفع الإعفاءات نعم إذن الخبير المحل الاقتصادي بروفاسي العثمان خيري شكرا لك كنت ضيف علينا في قضية اليوم من الحدث الاقتصادي شكرا مشاهدين بعد الفاصل ننتقل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية الإقليمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر